طيب احنا وصلنا الوقت لفقرة انت مين؟ لما اجا اقولك عمر عبدالله انت مين؟ اسمك ايه سلاسي؟ اسرتك اللي عايشة معك دلوقتي ايه؟ ولادك ايه؟ انت مين؟ عمر عبدالله اه عمر عبدالله ايه؟ عمر عبدالله عمر عمر عبدالله عمر عمر انت متدلع قوي اه متبعت جد بقى جد كان عمر وعندي برضو حفيدي عمر بقى عمر ربنا خليهم لك يا رب وبعدين محمد ابن اللي هوك كبير ربنا ادي له الصحة يعني مر بظروف وحشة في قطر والحمد لله ربنا اكرمه يعني طيب كان فيه له كمية الوقت احسن الحمد لله ربنا يخلولك ربنا تشوفه بقى احسن صحة لما نتجوز محمد محمد نتجوز بنت عمه رانا وعايش هو بقى له فترة طوله في قطر عنده احفاد فيه عمر الكبير 6 سنين وفيه مكة حوالي 4 سورة اه ده عمر يعني هيحضر كاس العلم هناك بقى ان شاء الله بعطلي ان شاء الله بعطلك الدعوة وانا والدته يعني طيب ان شاء الله تروحوا تتهنوا كده ويبقى في احسن صحة ويقولك محمد اهوت عبدالله على سلامتك وان شاء الله تبقى في احسن صحة واحسن حال انت والمدام والولاد هنشوف في احفادك عمر عبدالله تاني فيه بس في البنات مش في محمد ابن بنتك اه ابن بنت فيه ابن بنت بيلعب اصلا موارد 2009 في النادي ياسين فالفين وتسعة يعني مقايد سيده بيلعب اه ياسين كان لابس اه تشيرت اه عزراء بتاعنا كان جاء حتى جابوه من التمرين وكان بيعيط ولا ما كانش عايز يسيب التمرين اما جابه عشان التصوير اه وكان جايز اعلان يعني عشان هيصوره وساب التمرين اه ابوه اللي جابه بقى فيه بقى زين حاجة جميلة ان شاء الله اشول وهو الولد يقولك انا حتى اما تنديله تقوله يا الولد اما تقوله يا زين يقولك لا اما تقوليش يا زين قولي يا صلاح فهو عنده من دلوقتي النازع انه عايز يبقى صلاح واشول وحاجة جميلة يعني ان شاء الله يبقى اربع سنين وحاجة حلوة يعني انا متوقع له باذن الله طبعا مش هنعيش له لكن هو متوقع له بحاجة كويسة هو وياسين يعني عاوز يطلع زي صلاح اه ان شاء الله ويطلع احسن واحسن كمان ان شاء الله وسيدة حرمك سيدة حسان ايصر دي شافت معك الويل طبعا كتير كتير لا هي كمان اللي شافته اكتر في مرض ابنها يعني هي قاعدة هناك في قطر سبع شهور هي صراحة يعني الله يكون في وانها يعني عملت ما يعني حاجات جبارة مش اي حد يعملها يعني ربنا يحلو الله يعني ربنا يبعده عن كل ولادنا امين يا رب ويخليك ليهم ويخليك ويخليها ليكم وحاجة اجمل من كده كمان هنشوف طب المدام عاوزة تقولك ايه ونرجع تاني نحل الكلام الكابتن عمر كزوج وكأب مالوش مفيش حد زيه مفيش اتنين زيه بصراحة شخصية فضيعة شخصية مؤدب محترم حناين جدا في نفس الوقت متسامح قوي مع اي حد اي حد يغلط فيه اي حد يعمل اي حاجة متسامح جدا 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 وكأب بقى وكجد دي حناين مفيش زيه بصراحة اكبر هواية بالنسباله الصيد بيحب الصيد جدا بيحب يخرج رحلات الصيد بس بقاله فترة بقى مطلعش بسبب الشغل يعنى عمر بالنسباله التلفزيون متشاته بس متشات وبرامج دينية بس حاجتين دول متشات بقى طبعا المتشات الاجنبية دي متشات بتاعتنا دي مفيش متش بيفوته يعنى هو قدامه بالنسباله التلفزيون ده عبارة عن انه متشات وبرامج دينية بس هو عمر فيه وفيه ميزة ما عرفش بقى هي ميزة ولا عيب أما بيدخل البيت ما بيتكلمش في أي خصوصيات بقى تخص الشغل خالص بقول له ربنا يبارك فيك وفي صحتك ويخليك لينا وإحنا مش ماشينا اللي بحسه بصراحة وإحنا فخورين به وربنا يبارك في صحته ويخليه لينا وربنا يبارك في صحتك ويخليك ليهم هتقول لها إيه بقى طبعا ما دي دي نص حياتي التاني يعني طبعا ما أنا بقول لك يعني من أحن الناس اللي قابلتها في حياتي حنينة جدا على أولادها يعني مش عايزة أقول لك بتتفاقع عن دي يعني هي بتبقى تعبانة ولكن برضو ما بتقدرش تسيب حد يعني هي بتعمل حاجات جميلة جدا فكل ما حتى لو هي تعبانة وفيها اللي فيها وحدتلو منها حاجة حتى لو ابني بنتها جاريت قوم تعملها له فيا ربنا ديها الصحة يا رب أمين يا رب أمين طيب احنا معنا هبة عمر عبدالله هبة أظن هي المفكر راس المفكر بتاعتك ولا آية لا هي هيبة الأكبر هيبة الأكبر هيبة الأكبر بتاخدنا صحيحة يعني مش قوي برضو طيب هنسمع هيبة هتقول إيه ونرجع تاني مش على طول طبعا بجد والله أحن حد في الدنيا مفيش أحن منه بصراحة علينا وعلى أولادنا وعلى العيلة كلها بصراحة فربنا يخليه وديه استحاره بص هو بابا طول الوقت طول الوقت بجد بنتعلم منه حاجات ويمكن ما بتبقاش مقصودة بس في الحياة عمتا يعني أي موقف بيحصل أنا بجد بتعلم منه لغاية دلوقتي هو متدين جدا جدا يعني بيخاف من ربنا قوي أي تصرف بيتصرفه بيه خلينا نتصرف على أساسه لازم نفكر في ربنا الأول طبعا صحيحة تعالى يعني فبنتعلم منه كله أي قرار باخده في حياتي هو ما بيجبرش حد فينا على أي حاجة أي قرار بناخده إحنا بنبقى واخدين منه حاجة بنتعلمه على أساس كده بناخد القرار ده هو بيسيب كراحة طبعا يختار التعليم اللي هو عايزه برضو في الجوز نفس الحكاية بس مركز بقى مع أولادنا أكتر يعني أنا حسنا مع أولادنا لأ كان مهتمي بيهم كمان جدا أكتر مكان معانا يعني عايزهم يبقى أحسن أحسن حد في الدنيا يعني أنا بابا كان ماتش اعتزاله وأنا كان عندي ست شهور تقريبا وكنت بقى بعدها كان هو هنا مدرب يمكن أنا من وانا صغيرة أنا الوحيدة اللي كنت باجي معه على طول يعني أنا في الملعب من وانا صغيرة جدا فمرتبطة بيه قوي حتى يعني إحنا حتى كراويا أنا متابعة كل الدوريات تقريبا معاه برضو يعني هو زي ما قلتلك كل مكان أنا بروح فيه بقول أنا بنت الكابتن أمار عبدالله يعني والله ولا معاملة أحسن من كده طبعا أي مكان بندخله فخورة بجدا جدا بجدا أكيد حياتنا الشخصية هو معانا في كل تفصيلة فيها يعني هو كل حاجة تخصنا بصراحة عمره ما تشغل عندنا وعمره ما أفتكر له كمان هو موقفه لما كان بيبقى عنده مطشات حاجات زي كده بيبقى البيت عندنا أكننا في الملعب عنده بصراحة فإحنا هو مرتبط بينا قوي وإحنا مرتبطين بيه قوي قوي حياتنا الشخصية طبعا مع أولادنا ما بيسبناش في أي وقت بصراحة وإحنا لما بيبقى هو عنده حاجة برضو بتبقى كأنها عندنا إحنا في بيوتنا يعني حتى بعد ما سبنا البيت إحنا مرتبطين بيه جدا جدا إحنا بنحبه قوي 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 هو البركة بتاعتنا إحنا يعني ماشيين في الحياة بالبركة بتاعته وأتمنى ربنا يعني ياخد من عمري ويديله ويديله الصحة وطولة العمر يا رب ويفضل كده معانا العمر كله قول يا بركة هاتول إيه الهبة لا الكلام أول مرة اسمعه والله عشان كده يعني عاوزت هبة جميلة قوي يعني وبعدين هبة من الحمد لله واخدى مني كتير إن هي خيرة جدا جدا يعني ربنا خليها لكم يا رب الحاجات دي يعني طبعا بينها وبين ربنا ولكن هي خيرة جدا في مواقف كتير وربنا برك لها في ولادها أمين يا رب وتشوف ياسين لعيب كويس وفارس سباح كويس وإن شاء الله يا لسه يعني بقالها شهر بس والدة المولودة الأخيرة اللي هي مسك فربنا برك لها فيها يا رب طب ما تيجي نشوف آية كمان هاتول إيه هاتول زي هيبة ولا هاتول كلام أحسن منها بابا مش مشان بابا يا بس هو أحسن أب في الدنيا كلها طول الوقت بيتكلم معنا أنا لما عندي مشكلة أو حاجة مدايقاني أو كده لما بحكي له بيقول لي سبيها على ربنا وكل حاجة بنرجع ليها للقرآن يعني هو طول الوقت أي حاجة أنا عندي مشكلة أو عندي أي حاجة بقول له عليها يجيب لي آيات من القرآن ويعود يتكلم معي فيها هو بابا هدي جدا بس في البيت أكتر فترة شفت بابا بيبقى عصبي فيها لما بيكون في الملعب يعني أنا لما بتفرج عليه في التلفزيون لما أيام كان بيدرب وكده لما بيبقى في ماتش أو حاجة ما بيشوفوش عصبي غير في الوقت ده هو أنا أصغر واحدة فما حضرتش بابا وهو بيلعب خالص بس الحاجة الوحيدة لأنا فكريها اللي بابا حكيها وأنا قريت عنها كتير ماتش الزمالك اللي هو ماتش اعتزاله كان المحلو الزمالك بيلعبوه مع بعض اللي هي الطوبة اللي حد من الجمهور خباتها في راسه بابا دي الحاجة الوحيدة لأنا فكري أنت حتى عندي المشكلة حتى الطوبة سيبها ورسل الولاد هي جميلة أهو برضو من الحاجات الجميلة في حياتي هي ربنا خلهم لك يا رب محمد يعني بحمد ربنا على الأبناء الجميلة على الأسر الجميلة طبعا طبعا الحمد لله مفضل الله يعني كله لأن دي كلها حاجات منح من ربنا يعني الحمد لله طب لا ومعنا واحد كمان هو بيعزك قوي ومعرفش أنت علاقتك بيه إيه محمد الساحلي جز آية اي لا جز هبة جز هبة جز هبة سوري فعاوز تكلم عليه أنت علاقتك إيه بيه الأول هو محمد علاقته هو كان اللعيب عندي كان اللعيب عندك كان اللعيب هو صغير في الناشئين في الناشئين اه وطبعا نسيته يعني كان بيلعب ومش عارف زي أي لعيب كان عندي ومشي بعد كده وفجيت بقى أنه هو جاي بيطلب إيد هبة كان شافها في النادي اه شافها في النادي وجيه طلب إيد هبة محمد يمكن عايش معظم حياته في دبي في الأمارات وكان تهيبه برضو قاعدة معه ومن برضو حنين جدا على أهله وعلينا وهو محمد شخصية جميلة وما بتأخرش عنا في أي حاجة ربنا يخليك ليهم ويخليهم لك كلهم كده والأحفاد بتقضي وقتك مع الأحفاد إزاي ده أهم وقت في حياتي حتى ميبقوا مفراضي ننزل طنطة نروح أي مكان بحيس أننا نبقى أكلنا مع بعض طبعا نشوف محمد الأول هيقول إيه وبعد كده نجد على الأحفاد نتكلم عليهم الكابتن عمر عبد الله كابتني قبل ما يكون حماية في قطاع الناشئين أنا دربت تحت إيده شخصية شخصية فوق الخيال حاجة حاجة محترمة جدا هدوء تدين كل حاجة أنا ما حضرتش الكابتن عمر كلاعب أنا حضرت الكابتن عمر في ماتش اعتزاله في ماتش اعتزاله كنا فرقتين من النادي بيلعبوا بعض قبل الماتش الاعتزال هو ده اللي أنا حضرته للكابتن عمر هو بالنسبة للمباريات اللي أنا شفتها هو ماتش البلاستيك اللي جاب فيه جن بتاع اللي خده فيه الدوري 72-73 والكابتن عمر يعني كان النادي أو مصر كلها بتتكلم عنه إنه هو من أسرع وينجي مين في أفريقيا فكان سريع جدا طبعا الكابتن عمر هو أبويا التانية بعد أبويا الله أرحمه فأنا طبعا بستشيره في حاجات كتير جدا لأن رأيه هو بيبقى الصح في الأول وفي الآخر حوال قوله كل ما بقى لمحمد محمد بس كان لعيب يعني على قده برضو يعني كانش لعيب كويس يا يعني على قده أبويا مش بتجاملو يعني لا محمد هو دايما الإختيارات ربنا اللي بوفق فيها أكيد طبعا يعني طراما اللي أنت بتختار فربنا بوفقك ووه أختار كان الحمد لله كويس اللي بينته يعني الحمد لله ربنا يخليهم له بعض رب أحفاد أخبرهم إيه بقى التولي بتقضي معظم وقفك معاهم مش كده طب ما تيجي نشوف الأحفاد الأول هيقوله إيه وبعد كده نبدأ نتكلم مع بعض أنا أسرع أسرع هافي مين في مصر وهو تاريخ لقى من سواريخ عين عين كل كويس ونعم بدري مرا كويس عب أحبه جدا ونفسي أطلع زي شخص طيب جدا ودايما بيقول لي عمل إيه ومعملش إيه هو قريب مني بحكي له عن الرياضة اللي أنا بمارسها وهو بيكلم معي في الكورة وكده وهو أسرع أسرع العيب جي في المحلة ربنا يخليه لنا ربه يبارك لنا في عمره وبنحبه أنا أحب جدا عشان هكبر زي صلاة زي صلاة وأنا عايز أقول له إن أنا بحبه قوي قوي وربنا يخلي لنا بنحلك قوي جدا ربنا يخليهم لك يا رب دول صمرة الكفاح اللي هم بقى دي الجايزة اللي أنت بأهم حاجة بيها إن شاء الله الرحمن ربنا يخليهم لك ويخلي لك ولادك ويخلي لك المدام ويشوك بأحسن صحة وأحسن حالة